أعلنت وزارة التربية خبراً ساراً للراسبين في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط وذكر بيان للوزارة أن هيئة الرأي صوتت على السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبت الصف الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول العام الدراسي الحالي أداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس التي رسبوا فيها ويأتي قرار التربية لمراعاة أوضاع الأسر والطلبة ودفع باتجاه التكامل العلمية وتحسين أجواء التنافس في الموسم المقبل